موسيقى موسيقى عمليني عيده فقلاً وسهلاً شرفت أنست موسيقى كل ده ايه ده ايه ده تنسيت انت اللي هتعاني العريصة اللي ايه زوموا ايه كل ده بقى واشايفك وعرفك موسيقى اشوفك في يوم زيتها واشوف هتحملي ايه يا لقيمة يوه ايه الشاي يا ماما ادخل يا نوارة ادخل يا بنتي تعالي قدمي الشاي مكسوفة ولا ايه يا ماما مش كتا ده سي معتمد فضل ايه بي من المنطقة يد ما نادر ويجاي عشان يعتذر تسلميه عايزك تيبالي عبتزاره تعالي تعالي عودي تعالي يا حديث عودي يا نوارة عودي انيسة نوارة لكل جواد انكبوة وانا يعني معترف بخطأي لكن 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 ايه يا ابني ما خلاص بقى لكل جواد انكبوة دي اللي انت قلتها تنهي الموضوع خالص خلاص بقى مش عايزين نفتح الموضوع ده تاني يعني سمحتوني خلاص ان شاء الله اذا كان علينا احنا سمحناك من الزيارة الاولانية مع سيدنا الشيخ شفيع فضل ايه بقى ما تتكلم يا نوارة يعني هو عرف غلطه ايوة يا بنتي ما هو قال بقى الجواد والكبوة دي خلاص بقى وعرف ان بنات الناس مش لعبة خلاص بقى يا نوارة ومال الراجل هنا عشان ايه خلاص يا بابا خلاص يا ماما طالما انتو سمحتوه انا كمان سمحتو معقولة برضو خالف اهلي طيب الحمد لله منشرب الشاي بقى بالهنة والشي فايب ايه دي ايه الكلام العجيب اللي انا بسمعه دي بيلفي يشتري حمير من كل بلاد المركز المركز وغل المركز يا حضرت العمدة لباجى واحد تاني خالص واترسم حت الدين رسمة وبجايل بسعمة الاعيان وبيشرب ششة زي دي زي دي؟ ايوة زي دي؟ كده اهو مرة واحدة كده لا مش مرة واحدة هو ما تنجلش النجلة دي غير بعد ما جنابك اتوسطله عن سعادة اللي هو مجدي باشي انا كلمت الباشي عشان يشوف لبنه شغلانه بدل ما يجوق في البلد كده ينش الدبان ويعاكس في النسوان اللي رايحة واللي جاية يجوم يشتري الحمير دي كله اهي؟ ده ما يحتكمش على تمن بردعة الحمار يجوم يشتري الحمار نفسه هاتوا جنابك واسبع منه وشوف ايه الحكاية اصله فرد على الاخر لا فالح انت فاكر يعني انا لو جبته هيجره ويعترف ويجول الحجيجة كده على طول لا دلقيم مكار ابن حنت ومال الود ابن المهندس فين؟ غدسان جنابك تلاقيه استلم الوظيفة الجديدة اللي جابه له مجدي باشي اه احنا حنوجع نفوخنا ليه؟ احنا نسأل اللي عارف جوا عش الناملي فيه ايه؟ حد جل العمدة اللي سطوحي عمل العمّة زي عمّة حضروة العمدة بالضبط واللي يشوفها يقولو عليها اختيه ايه؟ انت عاوز العمدة يجيبو ويضربو بالمركوب فوج منها؟ جولي يا مجدي امال انت عملت ايه في موضوع الود المهندس؟ ابن سطوحي جصاص الحمير الله طب لم اهو لسه امال ايه اللي بيجرى باجا؟ لا ده جرى كتير جاوي 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 الراجل ما باجاش هو باجا واحد تاني خالص داير في البلد يشتري حمير البلد كله ومعاه شنطة فلوس يدفع لديه وياخد حماره ويدفع لديه وياخد حماره والظاهر باجا ما عادش محتاج للوظيفة بتاعت ابنه صدقني يا والدي انا ما عنديش فكرة عن الموضوع دا خالص وبعدين احنا منهم التجارة الحمير ولا حتى البقر واحنا فاضين للحاجات دي ما هو لو كان سمسار ولا تاجي الحمير كنا جلنا ايه؟ سبحان العاطل وهاب وله في ذلك حكم انما ده ما يعرفش حاجة عن الحمير غير انه يجصه ويجلم دوافره لا يا مجدي الكتب خيبة بصراحة بص انا ما عرفش اذا كان هو شغال لحساب حد تاني ولا لا انما النجلة الفجائية دي خلت الناس في البلد كلها تكلم نفسيها الله انت المحوجة الفولدة يا بيت هلو عجبك قوي جميل قولك ايه؟ بعد ما تاكلي عايزة تجيكي فلوس عشان تجبيلك هدمتين تلاتة كده حلوين بس الوانهم تكون مزقططة ومفرفشة كده يا بيت انت مش شحاتة يا هابل انت بيعت فل وانا عاوزكي فل زي البضاعة بتاعتك يا يا صد انت معملتش كده محد دي وانت زغلك يا بيت الله لا سلام على طعام اهلا يا عم الراجب خشي كل يلا بسم الله خشي كل دبتت مبسوطة عاملة شوية فول زي الزب الف الهرابيض براك انها عرف تعمل حاجة قد اشتقى ملحيت يا راجب هقول لها وبعدين راجب خلص وكل عشان عايزة باعتك مشوار مهم تحت عمرك رايزة قبل ما اقولك عالمشوار بطل تترزل على مبسوطة ماشي عرفنا انها بتقير من الهزار اه ما بحبش الهزاية كيفة مبرا يا بيت بيت اما بيت وبعدين بقى الله بقولك ايه خلص اكلك ولبسلك هضمة نظيفة كده عشان عايزة باعتك للمحامي بتاعي محامي؟ بتي عندك محامي رئيسة؟ ليه في ايه؟ يا دي احبل اللي عنده مشاكل لازم يبقى عنده محامي اسمه مطرح الاستاذ عصام برهام المحامي في النقد والاستقناف وهديك عنوان وفكرت دفو الحلو ده ده انت اللي نفسك حلوة ايه يا رئيسة ايه؟ عملك بد؟ يا رئيس سعيد انت مصدقت انت وبوك ولا ايه؟ الناس بتتغير شوية بشوية سنة سنة علشان الناس ما تتفاجئش بالفرجة مرة واحدة كده زي ما حصل هو ايه اللي حصل يا فندي؟ القباه اللي بقيت فيها انت وبوك كل الناس بتتكلم طب والناس تزعل ليه من القباه اللي احنا فيها؟ احنا لا سمح الله لا سرقنا ولا غشينا ولا خدمنا حاجة من حد كل اللي احنا عملنا في روحنا يا مجد بيه من الحر مننا اللي سيادتك حددته بنفسك والرجل بتاع ساعدتك بيحاسدنا اول باول واعتقد ان حضرتك عندك ألم بكل حاجة اسمه يا سعيد مسألة الامانة دي انا بابا تكلمش فيها انهائي المسألة ليها ابعاد تانية انت عارف ان عملية الحمير دي عملية سرية والعز اللي نزل عليك انت وبوك مرة واحدة خلى الناس تتكلم والكلام بيعمل دخان وريحة الاجهزة بتشمها وتحللها بس كان المفروض تفضل على حالك انت وبوك لغاتل ما العملية تخلص على الاقل ما كانش ينفع فندي هو ايه اللي ما كانش ينفع؟ التاجر اللي داخل يسيطر على سوق الحمير في بلد طويلة عريضة لازم يكون مالي مركزه وقد المهم اللي هو نوع عليها سوق الحمير زيه زي ايه سوق تاني فيه المعلمين الكبار وصبيان بطاعهم لا طبعا غير الحناكيش اللي حواليه فلما يجي سيطاتك بقى اي حد غريب يخش عليهم على الليل لازم يبقى الدهم ويا سلام بقى لو اكبر شوية اشتركوا في القناة